لسا مكملين مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصري ممكن الفقرة دي الحقيقة تحديدا من مهتمة بواحد من أهم الملفات اللي مطروحة على الساحة الآن وهي بتكلم على ملف الصناعة بشكل خاص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتكثيف جهود تطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل ده من خلال تمكين القطاع الخاص الصناعي وتدليل العقبات اللي ممكن توجه أيضا تقديم الحوافز والتيسيرات قد عمل الاستثمار الصناعي وتعزيز العمل على ترسيخ تقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية في جهود كبيرة جدا بتبذل في هذا الصدد سواء دعم الشركات والتواصل مع المصانع والشركات المتعثرة أو اللي عندها مشاكل أو حتى بالنسبة للشركات الجديدة والعايز يأسس شركة جديدة أو مصنع جديد دعما للصناعة وتوطين الصناعة تفاصيل أكتر عن أهمية هذه الحوافز اللي بتقدمها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة معانا الدكتور محمد باغا أستاذ الإدارة وقت صيديات التمويل والاستثمار وجامعة قناة السويس عشان يقول لنا مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع صباح الخير عليك دكتور صباح الخير عليكم أهلا بيكم يا أهلا بحضرتك في البداية عايزين نعرف ونعرف سيدة المشاهدين أهم هذه الحوافز اللي بتقدم في هذا القطاع وهو قطاع الصناعة الحقيقة احنا عندنا تعديلات في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 واللي الحقيقة كان هناك حوافز سواء موجودة حوافز متعلقة بضرائب معينة حوافز إضافية حوافز متعلقة مثلا بأثمان الأرض اللي ممكن يحصل عليها المستثمر سواء كانت مجانية أو حتى زي ما توجهات سيد الرئيس من يومين أنه ممكن استرداد 50% من قيمة الأرض بشروط معينة حقيقة كل هذه الأمور جعلت المستثمر ينظر إلى الاستثمار في مصر على أنه فرصة جيدة بالنسبة له والحكومة المصرية بتتخذ خطوات كبيرة جدا نحو أنها تخلي الصورة العامة بالنسبة للاستثمار في مصر أنها صورة جيدة أن المناخ جاذب للاستثمار لأنه الحقيقة فيه هدف استراتيجي دلوقتي أننا نصل إلى رقم 100 مليار دولار خلال خمس سنوات وده نوع من الطموح الجاهد جدا لأنه ما لدينا رفاهية الوقت باب التصدير والعملة الصعبة عاملة عندنا مشكلة ولازم أننا من أعلى أرقام الدخل القومي هو رقم التصدير فبالتالي حضرتك لما بيكون عندك الصناعة متوفرة حتقدر تحقق مجموعة كبيرة من الأهداف الاستراتيجية زي توفير المنتج المحلي عندك ما يبقاش عندك مشكلة أنك بتخفف الضغط عن العملة المحلية بتاعتك فما يبقاش عندك إجراءات قاسية زي التعويب إلى آخره أنك بتكون عندك فرصة التصدير للعالم الخارجي وبالتالي سفيرك بره بيكون المنتج بتاعك زيادة طبعا الدخل القومي من العملة الصعبة اللي أنت ممكن تتوفر عندك وبالتالي ما يبقاش عندك مشاكل أبدا في تدبير هذه العملة وحتى كمان بتكون فرصة للإستثمار أنه يدخل أكتر لأنه بيبقى ضامن أن العملة الصعبة موجودة وبالتالي تخارجه أو حتى تحويله لأمواله مش هيكون في أي مشكلة أبدا فكل هذه الإجراءات الموجودة في القانون أضاف عليها أيضا يا أستاذ محمد أو أستاذ جمانا أنه إحنا عندنا كمان حاجة جديدة والقانون في المادة العشرين الحقيقة أشار إليها وهي الرخصة الزهبية والرخصة الزهبية هنا بقى يعني بنقول حاجة إضافية أنه حضرتك ممكن تقوم بالمشروع بتاعك بموافقة واحدة يعني تاخد هذه الموافقة من مجلس الوزراء وفقا لإجراءات معينة وبالتالي تروح تعمل مشروعك دون أي معوقات بمجرد الإختار بمجرد الإختار على الإطلاق ولكن في بعض البنود بتنفذها اللي بيقول عليها المنشور من مجلس الوزراء إذا قام به هذا المستثمر يحصل على الرخصة الزهبية بالتالي ما يبقاش عنده أي مشكلة على الإطلاق كان فيه مبادرة كمان قبلها يمكن السيد الرئيس وجه ليها لأنه زي ما قلت لحضراتكم الموضوع في منتهى الأهمية بالنسبة للقيادة السياسية أنه اتعامل حاجة اسمها المجلس الأعلى للإستثمار بقيادة رئيس الجمهورية هذا المجلس بيضم فيه عضويته 17 جهة هي المسؤولة عن منظومة الاستثمار في البلد 17 جهة دول المستثمر بقى لما بييجي مش بيكلم مدام عفاف ولا الأستاذ طهة ولا الأستاذ محمدين هذه الجهات هي اللي تنجز كل الملف بتاعه وبالتالي هي مسؤولية مباشرة أمام رئيس الجمهورية لهذه الجهات لتنفيذ أو تحقيق الاستثمار فهناك الحقيقة مسارات كتيرة جدا لملف الاستثمار وتنظيمه بشكل جيد مش موضوع حوافز بس ده موضوع اهتمام من جانب القيادة السياسية موضوع اهتمام من الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتفعيل الأداء بتاعه بشكل أكبر كمان بثقافة الشعب المصري أن احنا نتكلم عن بلدنا بشكل كويس ونتكلم عن المشروعات ونتكلم عن المناطق اللي كانت فراغ وبقت النهاردة موجودة احنا نتكلم على أكتر من 19 مجمع صناعي في البلد نتكلم على منظومة من المصانع أضيفت خلال أربع سنوات أكتر من 6000 مصنع نتكلم على أراضي كانت صحراء دخلت النهاردة النطاق الجغرافي للزراعة وللعمران وبقول كلمة العمران لأنها كلمة أوسعة بكتير لأنها حياة أنت بتحط ناس بدل منظومة أمنية أو منظومة عسكرية تحط ناس بتحمل أرض بتشتغل بتزرع بتبني في مدارس بتعمر بتعمر هو العمران فالحقيقة هي فكرة الاستثمار هي حياة بالنسبة للبلد أنت بتخلق لنفسك فرص جديدة ما بتحتكش للعالم الخارجي قدر الإمكان ده بكل تأكيد ده غير كمان توفير فرص العمل يا دكتور محمد بس يمكن حضرتك تحدثت الحقيقة باستفادة عن الاستثمار بشكل عام لكن لو هنروح تحديدا للصناعة المصرية لما نقول أنه سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتكثيف جهود تطوير الصناعة المصرية بالتأكيد في خطوات تم اتخاذها لكن لما نذكر كلمة تكثيف يعني ما زلنا في حاجة للعمل أكتر وأكتر الصناعة المصرية إحنا في وقت من الأوقات كان عندنا منتجات بالفعل بتصدر للخارج بجودة عالية جدا وأصعارها كانت عالية جدا بعد كده تحولنا وكان عندنا قافة تصدير المواد الخام ترجع لنا بمنتجات بتبقى بأرقام فلكية وكمان سيدة الرئيس أيضا وجه بأهمية القيمة المضافة أن احنا نصنع منتجات تصدر إلى الخارج تمام حكلم حضرتك في ثلاث نقاط جوهرية النقطة الأولى وهي لما بنتكلم عن منظومة صناعية مصرية خالصة فلابد أن نحن نتكلم عن حاجة اسمها تعميق المنتج المحلي تعميق المنتج المحلي الحقيقة اهتمام القيادة السياسية بيه خلال الفترة الأخيرة أن نحن عايزين ننتقل من أن نستورد 75% على الأقل من مستلزماتنا الانتاجية من برا ليه علشان منظومة الانتاج في مصر الرقم ده لازم يتغير ويتعدل جزئيا بدأت الشركات المصرية تتحرك نحو أن هي تعمق منتجاتها وأنها تقدر تعتمد على نفسها كان هناك جهود من جانب الدولة أنه على سبيل المثال يتعامل مثلا هيئة الشراء الموحد أنه أي مستلزمات شرائية بالنسبة للحكومة لازم تكون موجودة من شركات مصرية بمنتجات محلية مصرية ده بيعزز الجهود نحو الشركات في القطاع الخاص أن هي تعتمد على نفسها وأنها تشتغل وأن فكرة الاستسهال أن أنا أروح أستورد أساتيك الفلوس وأستورد الألعاب الأطفال وأستورد فوانيس رمضان والكلام ده كله وزود الضغط على العملة المحلية ويبقى عندي استنزاف للعملة الصعبة الأمر ده لازم ينتهي ودي ثقافة وصناعات اللي اندصرت بسبب هذه الثقافة الدخيلة علينا أن نغرق أسواقنا بمنتجات ليس لها أي قيمة وبيتم استنزاف الدولار على سبيل المثال الأكل المتعلق بالحيوانات يتم استراضه بمبالغ باهزة مثلا فوانيس رمضان ودي كانت صناعة مهمة جدا موجودة في خان الخليلي ما بقتش موجودة صناعات زي الخيامية دخلت الصين اللي هي ما تعرفش حاجة عن رمضان لو بينا منلاقي أصلا حتى حاجات ملاش أي علاقة بثقافتنا ولا هويتنا ولا ليها علاقة برمضان بالزبط فيطمس الهوية بالإضافة إلى أثار اقتصادية بتكون صعبة جدا الشق الثاني وهو الصناعات التحولية هذا الأمر في مصر الحقيقة أنا مبسوط جدا يعني منذ جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وبقت الصناعات التحولية في مصر لها اهتمام مهم جدا احنا كنا بنصدر المادة الخام على صورتها الأولية بمبالغ زهيدة جدا على سبيل المثال الطفلة اللي بتدخل في صناعات الصيرامي كانت بتاخدها دولة ما ممكن تاخد كونتينر كامل بعشرة دولار طب لو انت صنعت الطفلة دي ويبقى عندك المصانع اللي تقوم بيها زي ما عملت في العين السخنة مصانع ليه الرخام والجرانيت انك المادة الخام دي هتصنعها وتحولها في صور أخرى غير الصورة الأولية بدل ما هتبيع بعشرة دولار ده انت هتبيع بمئة دولار هتبيع بمئتين دولار بقى ليها قيمة مضافة أيوة بقى هنا القيمة المضافة وسلسلة القيمة اللي هي بتزيد عندك كل شوية ويدخلك دخل أكتر حتى بالمناسبة لو ما كانتش منتج نهائي لو كانت مدخل لصناعة وحتى ولو كانت مدخل أيضا لصناعة أخرى وانت بدأت النهاردة الحمد لله تستوعب هذا الأمر فبقى عندك مصانع الرملة البيضة اللي هي ممكن تدخل في صناعات الزجاج النقي تدخل في الصناعات الطبية في صناعات السيليكون عندك الرملة السودة تدخل في صناعات المايكروشيبس والتكنولوجيا بشكل عام فيبقى عندك مصانع للتكنولوجيا وانت الحمد لله بدأت في العين السخنة تعمل مصنع للألياف الضوئية اللي هي بتستخدم فيه صناعات الانترنت فائق السرعة وانت محتاج الأمر ده في موضوع التحول الرقمي النهاردة كمان بقى عندك فكرة الصناعات التحولية إنك تحمل مدن صناعية كاملة أيما على هذا الأمر فيبقى عندك على سبيل المثال المادة الخاملة تدخل فيه صناعات الجلود فعندك مدينة كاملة لصناعة الجلود فيه نقلتها من صور مجرى العيون عملتها مدينة مستقلة صناعية من ضمن المجمعات الصناعية اللي هي الروبيكي مدينة الدباغة والجلود في صناعات الأخشاب إنك عملت مدينة الأساس في دوميار في صناعات النسيج عملت المدينة النسجية في محافظة المينيا عملت في صناعة البلاستيك من البولي والحاجات دي كلها في مدينة مرغم في اسكندرية فبقى عندك مدن زي مقاطعات الصين كده تلاقي المقاطعة دي متخصصة في المنتج الفلاني فبقى عندك في مصر مثل هذا الأمر فدول حقيقة تلت نقاط مهمين جدا إذا كنا نتحدث عن خطط ممنهجة فأنت بتعتمد على صناعات تحولية ومعدلات النمو في مثل هذه الصناعات بقى رائع جدا وكانت من ضمن الأرقام المهمة جدا في رقم الناتج المحل الإجمالي اللي هو معدل الناتج القومي اللي كان وصل لحوالي 5 أو 9 من 10% كان أكتر قطاعات موجودة هي قطاعات الصناعات التحولية اللي أضيفت لي مثل هذا الرقم عظيم، لو هنتكلم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إزاي الدولة بتدعمها خلال هذه الفترة؟ أصبح عندنا قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهذا القانون الحقيقة كان المبادرة منه إنه كان عندنا حتة شائكة كده ما هو تعريف المشروع الصغير وما هو تعريف المشروع المتوسط وما هو تعريف المشروع المتنهي الصغر لإنه كان فيه خلط فاضح لو أنت عرفت يا سيس محمد فبالتالي بترتب عليه التمويل بيكون شكله عامل إزاي يعني الإقراض بالنسبة لهذه المشروعات المبالغ بتكون شكلها عامل إزاي الشكل القانوني بيبقى عامل إزاي الإجراءات الإدارية اللي هتتبع لإقامة المشروع الصغير بيكون عامل إزاي منظومة التدريب ومنظومة التشغيل ومنظومة التسويق وحتى منظومة الضرائب بتكون عاملة ازاي؟ فالقانون نظم ليه كل الكلام ده الحقيقة مشروعات صغيرة والمتوسطة في مصر هي من الأهمية بمكان أن احنا نهتم بها اهتمام بالغ لأنه أنا دائماً بقول أن الاقتصاد عبارة عن عمودين العمود الكبير اللي هو الماس بروداكشن اللي هي الشركات كبيرة الحجم اللي هي الصناعات اللي بنتكلم عليها وسائزة جمانة دلوقتي وفيه عمود تاني منسي اللي هو عمود مغزي للصناعات الكبيرة وكأن الصناعات الصغيرة دي أنا مش بتكلم على ورشة أو بتكلم على مصنع صغير أنا بتكلم على منظومة متكاملة منتجتها هي مخرجات لمشروعات كبيرة هقول لكم مثال صغير جداً يلخص الأمور لو جينا نصنع العربية اليابانية العربية اليابانية دي مش المصنع هو اللي بيصنعها المصنع ده بيتعاقد مع ألاف مؤلفة من المصانع الصغيرة اللي هي بتنتج له بقى مكونات هذه السيارة بالمواصفات اللي هو عايزها بالشروط اللي هو عايزها بعد كده يجمع ملهم ثم يجمع العربية بتاعته فتصبح القيمة المضافة في النهاية دي على سبيل المثال للمشروعات الصغيرة المتوسطة بكل تأكيد فيه دعم كبير مقدم من الدولة لهذه المشروعات لأن هي من أعمدة الاقتصاد ودول كتيرة جداً اقتصادها بني على هذه المشروعات احنا نشكر حضرتك طبعاً شكراً جزيلاً دكتور محمد بغا أستاذ الإدارة واقتصاديات التمويل والاستثمار بجامعة قناة سويز شكراً جزيلاً شكراً